أخي الكريم أختي كريما تلاميذ سنة عمراء باكالوريا سعدني اليوم أن أقدم لكم ترجمة لجزء من ملخص مألف أبوط أميرفي لأحمد السفريوي سأبدأ أولا بالقراءات جزء من الملخص أحمد السفريوي أو سيدة محمد ينفق سنة عمراء باكال مدينة الفاز ترجمة أحمد السفريوي مناسب ومؤلف باكال أميرفي أو سيدة محمد كما يسمى في باكال أميرفي يتطرق في هذا المؤلف لطفورته التي قضاها في المدينة القديمة بفاس أسمم قراءة الملخص ينفق في باكال أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ترجمة أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ترجمة أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ومؤلف باكال أميرفي ومؤلف باكال أميرفي من أجل أجل ونحن لأجل أجل ونحن أجل 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 مرحبا إنه تترقى في جسلين الكبير من كتابه لجيران أسرته لأصدقاء أسرته لعاداتهم ومشاكلهم خلال حياتهم اليومية وخصوصا للعائشة صديقة أمه هي السفير أكوز دوست ماري أنجار التي عانت كثيرا بسبب مشاكل زوجها لعنشاكل لعنشاكل شدقاء أمه خلال حيني لاحقل في العارف حى تعيش والعنشاكل من قبل أعنشاكل المترجم من سنطلاب الأمه سنطلاب أمه بشك صعوبة الحياة التي عاشها طفل ست سنوات تحدث عن سيدي محمد وأحمد سريوي أكيد جعلت حياة الهائلة صعبة لما جعل أبيه يبحث عن عمل في الحقول لكي يعاوض العمل عندما تتحدث عن سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد سيدي محمد عندما تتحدث عن سيدي محمد سيدي وكذب ملكي تعالى يتحدث عن سيدي الامر وال towels كانت تجلس عن عمل فيها من جميع السيدي محمد خلال فيها مجرد الشيء الزورة يتحدث عن سيدي محمد سيدي محمد في معلومات وهو أعبت العجائب لبوط أمير VIII دورا مهما في كل هذه المشاكل رادية من الطلابات التي كانت تمثل بالنسبة لسيد محمد أحمد سيفروي مكافأة مهمة بالنسبة إليه عندما يواجه الأعداء سيتي سينونيم داكسي السنترو بخامنة هي كما يقال مرادف الولوج أو المرور إلى عالمه الخاص